سجاد العراقي صار سمكي أمام مقر قيادة شرطة ذيقار يحتشد أصدقاء الناشط في تظاهرات الناصرية سجاد العراقي الذي غيبته ميليشيات الأحزاب منذ أواخر شهر أيلول عام 2020 ولم يعرف له أثر إلى اليوم حيث طالب المحتجون حكومة الكاظمي وأجهزتها الأمنية بالكشف عن مصير سجاد منظمو الوقفة الاحتجاجية في الناصرية طالبوا السلطات بإطلاق سراح سجاد إن كان حيا يرزق في معتقلات الميليشيات أو أن تسلم جثته إلى ذويه في حال قتل أو توفي صالة سنة ونص بيد الأحزاب وبيد فلان وعلان وبيد الحزب الفلاني على موت نريد نعرف شنو السبب لأن السجاد العراقي لهذا اليوم ما أبين وسميت ميخالي فأدو أخوه ناني جيبوا نجسته أطلوا نجسته على موت نطيها الأمة وما ترتاح نريد مصير سجاد العراقوين لا رئيس وزاراء لا قاد عمليات لا وزير داخلية لا قاد الشرطة ما أحد يقول لنا مصير سجاد شنو ورغم معرفة الأجهزة الأمنية بالجهة التي خطفت سجاد كما يؤكد أحد الناشطين إلا أنها لم تتحرك لإطلاق سراحه وسراح باقي الناشطين القابعين في سجون الميليشيات أنا على تواصل مع سعاد حربية وقاد شرطة ذيقال وقاد عمليات سومر آخر ما قال لي بأنه على تواصل مع أمن أحد الميليشيات الموجودة في المتابعة للدولة وأن المخاطفين موجودين من ضمن هذه الحلقة وإلى الآن لم نشاهد أي تحركات عملية حال سجاد العراقي مثل حال عشرات الناشطين المغيبين الذين صدحت أصواتهم في ساحات التظاهر مطالبين بإسقاط منظومة الفساد ومحاكمة جميع رموزها